السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير اليوم شاء الله راح نحضروا مع بعضاناك خوكون ولا الكروكي البنات ما كانش لي مايحبش الكروكي سيختم عصباح معها الحليب انا كله واني تفضلي لازم ندير اليوم كي تفضلي الكروكي قلت نديرو مع بعضاك مش نديرو مع بعضانا شاء الله ولا بالي بلي ما كانش لي مايعرفش الكروكي ولكن كل واحدة طريقة نتاعو انا هنا راح نديركم الكروكي باش نتحصلوا القرمشة هذي كنتاعو ضقوش نحتاجو يا البنات بسم الله على بركة الله هنا نحتاجو خمس بيضات هنا انا خرجت الليلة كاملة البيض تاعي نحتاجو هنا بدرجة حرارة المطبخ ولا كي ما راكم تشوفو هنا يا وش راح نزيد راح نزيد سكر الفانيليا هنا راح ندير زوج اكياس من سكر الفانيليا ولا كي ما راكم تشوفو هنا ونزيد كاس بتاع السكر ما يعادل بمية وعشرين غرام هنا شوفو هنا راح نخلط بيدي باش يعني السكر هذك يذوب مع البيض كي ما راكم تشوفو هنا هنا تقدروا تستعملوا الخلات يعني الكهربائي ولكن انا بغيت نخلطو بيدي فولا كي ما راكم تشوفو هنا هنا سكر تعيرا وذاب تماما هنا راح نزيد اه كاس تاع الزيت يعني نفس الوزن تاع السكر مية وعشرين غرام تاع الزيت ونزيد نخلط مليح هنا نخلط الزيت مليح مع البيض والسكر كي ما راكم تشوفو هنا حتى نتحصل على هذا السائل هنا راح نزيد له المايزينة يعني انشا هنا راح ندير ربع مغارف مع مرة مليح نتاع الانشا هذا هو السر تاع الكوكون تاعنا بش يعطينا ذيك القرمشة هو نزيد له المايزينة ولا انشا وهنا اللوح يعني الفارينة تاعي تدريجيا هنا يعني الفارينة حسب يعني العجينة كي نشوفو العجينة انتعنا بيت تلم وجات يعني متماسكة نحبسو الفارينة هنا الفارينة كي ما نقولكم عيني ميزاني هنا كي ما راكم تشوفو هنا هنا كي ما الفارينة حوالي 800 غرام فارينة احنا اذا كان الفارينة تاعنا ما تشربش هنا راح ندير زوج كياس الخميرة الكيميائية هنا نبدأ نعجن يعني اللم في العجينة ما نعجنش اللم في العجينة تاعي هنا كي ما راكم تشوفو هنا هنا كي ما راكم تشوفو هنا اللم بشوي بشوي حتى متحصلوا على عجينة متماسكة هنا كي ما راكم تشوفو هذه العجينة اللي نتحصلوا عليها هنا راح نزيد شوية فارينة بركة بش ننحي من الاصابع تاعي لاجينة وهنا نبدأ نشكل فيها هنا غير اللمس لاجينة تاعيم له هنا كي ما راكم تشوفو هنا هنا العجينة انتعي راي ما تلصقش كي ما راكم تشوفو شوفو هاي لا جات عجينة هاي لا دركة هنا نبدأ نشكل فيها كي ما راكم تشوفو درت بودة ونبدأ ندور فيه هنا كي ما راكم تشوفو هنا راح نتحصل على هذا البودة هذا ولا الحربوش هذا ونحطو في البلا هنا كي ما راكم تشوفو هنا يعني ما يجيش يعني رقيق بزف ما يجيش خشين بزف هنا كي ما راكم تشوفو بعد ما يعني حطته كامل في الثوتلة يعني في سينية الفرن هنا نبدأ ندهن يعني الكوكون تاعي بسفار البيض نزيدولو شوية تاع الخل باش نحيواريك الطعم هاي تاع البيض والرائحة ايضا هنا كي ما راكم تشوفو هنا نكمل كامل الحربوش تاعي هنا انا راح ندير خطوط بالفرشيطة يعني كاتل زيين بركة هنا كي ما راكم تشوفو هنا هنا الشكل كي ما راكم تشوفو هنا هنا نحطو يعني في الفرن يطيب حوالي اه كي ما نعرفو احنا يعني الكوكي تاعي يحب يعني طيب تطيب يعني يكون حمر شوية هنا حوالي عشرين دقيقا طيبو كي ما راكم تشوفو هنا كي ما راكم تشوفو هنا كي ما راكم تشوفو بعد ما شكلتو يعني بالفرشيطة درتلو هاد ديسان هادا نحطو في الفرن يطيب حوالي عشرين دقيقا كي ما راكم تشوفو ومازال يعني سخون بعد ما خرج قصيتو بالسكين كي ما راكم تشوفو ونتحصلو على هاد الشكل هادا نتاعو وهنا انا حمرتو نحبو شوية يكون يعني حمر حمر ووالا كي ما راكم تشوفو شوفو هادا هو القرمش اللي بغيتو هنا القرمشة يعني ووالا كي ما راكم تشوفو يعني جامو قرمش هايل ان شاء الله يعجبكم يا البنات هادا الكوكون هادا نتاعي ووالا هنا نخليح تاني بردم له ونحطو في صحن التقديم كي ما راكم تشوفو يا البنات هنا بعد ما برد يعني الكوكون تاعي ووالا كي ما راكم تشوفو را في صحن التقديم جا واش راح نقولكم هايل سيخطو مع كاس حليب مع الصباح واش راح نقولكم ما علي يا غير نقولكم بقاو على خير ان شاء الله في وصفة اخرى ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة